السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى من الله ان تكونوا خيروا بسحرية. بعد ذلك ما تنسوش تمنى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وصنعون ابلغيك عشان يوصل لكم جديد. ولهان اوفيكم بسعار حلال الضغط السيف في السعودية الفين اربعة وعشرين. ونبدأ. جهاز الطهي اسمارت بوت اتنين من نوترو كوكا بقوة الف وط. جهاز طهي بالضغط كهربائي فوري قابل بتلتمية خمسة وتسعين ريال سعودي. طنجرة ضغط كهربائية من الستيل ستيل من ارو سعة ثمانية لتر الف وتلتمية واطة موديل ار او بمتين تسعة واربعين ريال سعودي. ريال فورد طنجرة ضغطة الامونيوم سعة سبعة لتر ار اف احداشر الف مية اربعة وسبعين مجهزة بجهاز امان متعدد ومؤشر ضغطة بسبعة وثمانين ريال سعودي. طنجرة ضغطة من الغرانيت والالمونيوم من السيف سعة سبعة لتر. اللون ابيض 7 لتر ب126 ريال سعودي. طنجرة ضغطة من السيف مصوعة من الالمونيوم مقاصة تسعة لتر. اللون فضي تسعة لتر مية ستة وتلاتين ريال سعودي. طنجرة ضغطة سبعة لتر معن من خليط معذني من الألمونيوم لموقد الغياظ طهي سريع للحوم والشربة والأرز 109 ريال سعودي أديسون قدر ضغط كهربائي 10 لتر ستيل أسود في ولاد مقام للصدق من أديسون ألكتريك ب649 ريال سعودي طنجرة ضغطة من الستالي ستيل من السيف الحجم 7 لتر الألون ستالي ستيل الموديل 6007 ب126 ريال سعودي جهاز الطهي سمارت بوت 2 من نيو ترو كوك بقوة ألف وط جهاز طهي بالضغط كهربائي فوري ب395 ريال سعودي طنجرة ضغط ألمونيوم 11 لتر من ديلي كي طنجرة عربية قفل أمان ضمان لمدة عامين دي بي سي ب109 ريال سعودي أدر ضغط صغير غير راصق متعدد الوظائف ساعة 8 لتر معدن برتقالي من شاربيدو ب88 ريال سعودي أدر ضغط صغير متعدد الوظائف مطلي بالمينة ساعة 7 لتر ووعاء للحثاء ب169 ريال سعودي طنجرة ضغط ألمونيوم ساعة 5 لتر من بريتش سي شيف الألمونيوم 5 لتر 6 وسبير ريال سعودي قدر ضغط لورا مصنوعة من الألمونيوم من السيف الحجم 5 لتر لون فضي كي 91005 ب88 ريال سعودي طنجرة ضغط ألمونيوم نورما ساعة 3 لتر بغطاء خارجي وقاعدة غير قابلة للحث من إيمبيكس لون فضي 62 ريال سعودي طنجرة ضغط ألمونيوم ساعة 3 لتر فضي ب42 ريال سعودي طنجرة ضغط ألمونيوم من كادي وين 1 ساعة 4 لتر فضي 4 لتر بـ 49 ريال سعودي وعاء طهي بالضغط بـ 6 ساعة 8 لتر من تكنو ألوان متعددة الألمونيوم بـ 159 ريال سعودي وبهذا قد أوقعناكم بأسعار ضغط السيف في السعودية 2014 لا تنسى بشرافة القناة في الزر الجرس دعم أبراي والسلام عليكم ورحمته وبركاته